مؤشر جديد ومفزع أقرت به وزارة التخطيط الحالية يشي بوضوح إلى كارثة التلوث البيئي في بغداد وذلك بعد تسجيلها أعلى معدل سنوي لتركيز غازي ثاني أوسيد الكبريت السام بل زادت الوزارة على ذلك بالقول أن أربع محافظات فقط تقيس ملوثات الهواء عشر مليون في بقعة صغيرة بدون متنفس هوائي بدون درجات للتنقية بدون معيار لعمل المولدات الأهلية للمصانع لمخرجاتها الملوثات لذلك ارتفعت هذه النسبة والكل يعلم بغداد عبارة عن عاصمة تجارية صناعية كبيرة جدا إضافة إلى عدد السكان الكبير والسيارات الأكبر هناك محافظات مثل محافظة البصرة محافظة ميسان محافظة ناصرية باعتبارها من المحافظات المنتجة للنفض وبالتالي الانبعاثات الغازية من هذه المحافظات تكون كبيرة جدا لماذا حقيقة لا يوجد هناك مقياس أيضا لنسبة تلوث الهواء الجهاز المركزي للأحصاء التابع لوزارة التغطيط ذكر أن بغداد احتلت المركز الأول بمعدل انتشار الغازات السامة بينما جاءت بابل بالمرتبة الأخيرة ما ينظر بآثار سلبية على المواطن والبيئة في وقت اتهمى المراقبون والباحثون وزارتي البيئة والصحة بالتقصير في معالجة الغازات السامة الغاز التغطيط الكبير الحقيقة آثار جدا سلبية على الصحة الإنسان بالإضافة إلى شيء آخر بالنسبة للبيئة تأثر على المسطحات المائية وعلى نظام البيئي نظام تواجد الأسماك أو النباتات المائية دور وزارة البيئة حقيقة دور ضعيف جدا إضافة إلى دور وزارة الصحة يجب أن تكون هناك دورات ويجب أن تكون هناك قياسات لمستوى الغاز لأنه هذا الغاز إذا ما تكون بإضافة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون ربما يسبب كارثة بيئية هذا ويرى مراقبون أن تلوث الهواف العراق وبغداد بشكل خاص بات خطرا جديدا يهدد حياة المواطن في ظل تجاهل حكومية إزاء معالجات الانبعاثات الغازية من عمليات السخراج النفط فضلا عن عوادم المركبات والمولدات الكهربائية